موسيقى صالح الدياب أبو أناس أحد سكان حي الشجر راح وأحد سكان البيت ومهدد بالإخلاق إذا بكتحكي على الفترة الأخرانية هدي إيش شي؟ أو إذا بكتحكي على فترة حياتنا كلها إيش تاني إحنا معاناتنا من سنة التمانية وأربعين كلاجئين فلسطينيين نساكبائية العائلات المهجرة من كل فلسطين وبس حي الشجر راح خاصة إحنا قلنا خمسين سنة بالمعاناة ليش بالمعاناة خمسين سنة؟ لأنه إحنا من سنة 1972 بالمحاكم الإسرائيلية فأخدم قضية بالمحاكم الإسرائيلية هي قضية الشجر راح ولكن وصلنا مراحل بالمعاناة أوشي كانت واطية ولكن درجات صارتها عالية جداً بالألفين وتمانية تم إخلاق دار الكرد، كامل الكرد فبلشت الحارة تتغير شوي شوي لأنه الشجر راح معروف عنه أنه الشجر راح مكان هادي حي هادي جداً فش مشاكل جميل جداً، عيلة واحدة، فش ولا مشكلة وكل بيعترفها الأشياء دا من 2008 لما دخلوا المستوطنين على الشجر راح تغيرت حياة الناس نفسيتها تغيرت يوم يوم مشاكل، يوم يوم زعرنة، يوم يوم شرطة هذا أثر علينا نفسياً وأثر على أولادنا كمان نفسياً وعلى اللي شفناه من الهمجية الاحتلالية كيف يتعاملوا مع الناس وكيف يتعاملوا مع الأطفال وكيف يتعاملوا مع الشباب فمن هون صارت حياتنا معاناة كبيرة نحن عائلة فازوستين زي ما حكيت سابقاً تهجرنا الأجداد من يافا وتهجرنا وأنا مولود هنا في الشر جراح الحمد لله لنا أنا جوست هون ومخلفت كمان هوني الوالد الحمد لله أمره تاريخ تاريخيبة 93 سنين الحجة كانت عمره 90 سنين لما توفت ولحد هلأ بسنة 1972 المستوطنين ادعوا إن هذه الأرض بملكوها وكان فيه بسنة 1976 محكمة على أربع بيوت بالحي والحي العائلات فازوا فيها وظلت مستمرة القصة لحد ديت ما يوم هذا أنا شخصياً ودائماً بحكيها القضية مش قضية بيوت لأحية الشجر راح القضية أكبر من هيك في مخطط ضخم جداً يبدأ من حية الشجر راح وعلى كل أحياء المقدسية بالقدس ولكن القصة تهويد القدس اللي هو أبرتايد تفريقة العنصرية اللي هم بسوقوها ضخمة جداً ممولة من الحكومة الإسرائيلية بقسم المستوطنين الأدراء هم هم المستوطنين يعني بشكل بسيط جداً لما يأخذوا هون البيوتنا ويبنوا هون 220 وحدة سكنية وقدم يجيبوا يسكنوا 220 عائلة مستوطنين بالحي إحنا كفلسطانيين مقدسيين ويه من الروح؟ فيش إلا محل بالقدس هي خسرنا إحنا خسرنا مكانتنا في القدس وخسرنا هويتنا وصرنا بننسيه كمان مرة لاجئين نكبة جديدة علينا لأنه عشان فيش محلات بالقدس بيبنوا وفي محلات نقاس تأجر بيوت والبيوت اللي أجارهم غالي جداً فننتر غصباً عنا زي بقية الناس ونروح ورا الجدار عشان ما نخسرش الهوية الزرقاء ولكن هم هادا كلها مفبركة من الحكومة الإسرائيلية اللي بسكن مخيم شعفاتها أو بقفر عقب ما بيخسر هوية الزرقاء هم بحاولوا بكل الطرق تفريغ المقدسيين من القدس نفسها عشان يجيبوا محلهم مستوطنين موسيقى آخر فترة قبل شهرين نزلوا بوست على المستوطنين إنهم يحرقوا بيوت الفلسطينيين العرب حي الشجرة فهدي كانت عن جد صعبة جداً شخصياً علي على أولادي لأنه هاي وفيش ورايي ورايي طيب متر بينه بينهم فالأولاد خافوا نفسياً تخافوا والتخلوا من البيت أنا تقريباً هلأ حيشتح لي هوني بيجي هوني بنهار وبالليه بيناموا عند رحماتي لأنه خوفنا نخايفين من سنة الألفين وتسعة لحد هلأ لأنه عند الولاد أطفال لسه أنس آية ودانة وتالى هم عمرهم من ألفين وأربعة وفوق كلهم عاشوا عيشة سطراً خوف رهيب جداً وشافوا كيف الهجومات علينا وخاصة لما يجي يعتقلوني ويهجم عليه على الدار نفسياً تعبوا كتير نفسياً أحمد نم بنم أحمد عمر 11 سنة لحد هلأ لما حكوا قبل شهرين أنه بدهم يحرقوا البيوت كان ينام بحضنة لما يروحوا على المدرسة بيكروحوا خايفين لما يرجعوا خايفين البنات مدرسهم دار الطفل العربي هيا هوني آخر فترة لما سكروا الحي وصووا سجن الحي كانوا بدخلهم هاتوا هوياتكم وين ساكنين بتفتيش الشناتي وهم رجعين نفس الإشي يفتشو الشناتيهم صار عندهم عن جد خوف وبطلوا زي أول نشطين بالمدرسة وشطرين بالمدرسة فنفسيتهم صارت شوية شوية يعني صار يخافوا كتير يخافوا وفوقهم يخافوا أنه بدرجيتهم بالمدرسة نزدت كتير فإن شاء الله أنه بعد ما السن معنا ما إحنا شايفين الوضحة دي هلأ الصيف بنحاول قد ما بستطيع أنه أغير عليهم الجو زي ما فرجيتكم أنا التهى بالحمام طبعه وزيبت الأجاج وهذا أنا بحب الحيوانات بحاول أن ما أستطيع أن أخفف عنهم نفسيتهم أخوي جاء بلهم حتى من أولاده بركة السباحة أنا نفسي نروحوا على البحر بش قدرين خوفين كل يوم بهجموا علينا غاز مصيلة دموع مية العادمة من الزكريات اللي أنا عشتها ومداش أنساها أسألوا لي إيش الشجرة بنسبة إليك أو إيش بيتك بنسبة إليك حياتي اختصار كلمة ها قل الشجرة بالبيت هذا اللي زرعناها الحج أو الحج زرعوه أقدم من الاحتلال موسيقى في هون نقاط لازم برضو نحكيها للتاريخ في إحدى المحاكم اللي أنا كنت موجود فيها المحامي اليهودي الصهيوني حكل القاضية هادي العيلة عيلة إرهابية الأخ معتقل الكبير الأخ الثاني معتقل أخته معتقلة وأنا عدة مرات معتقلة كان من حكي أنه هم قدموا تنظيم لحي الشجرة الراح لبناء 221 سكنية ولكن بلدية الاحتلال رفضت تعطينا يعطيهم يبنوا بحي الشجرة الراح التنظيم هذا عشان صالح الدياب بيسوي مظاهرات أسبوعية ووقف هذا المشروع فوقفت أنا وقلت له الحمد لله أنه أنا شخصيا إن وقفتكم استطعت أنه أوقفكم إنكملوشي بناء بحي الشجرة معناتهم من 2009 هم كانوا مخططين إنه إخلاق الحي كله وبناء المستوطع الاستطاني فهذه المظاهر اللي إحنا كنا نسويها وسويناهم استمرين فيها إننا 13 سنة الحمد لله وقفناهم ووقفنا المشروع تبعهم اللي هم كانوا مهودينهم في هاد الفترة اللي هم بدوا استولوا على الحي الشجرة كان في عرضات علينا أول مرة هم بتدعيوا إنها الأرض إلهم وهم اللي أملأ يعني اشتريين الأرض من زمن العثمانيين من سنة 1876 الكسبة تبعتهم بتبين بيّنت والتزوير تبعهم بيّن إحنا نطلب منهم ورقة واحدة إنها هي وإن الأوراق تبعونكم لإنتوا شريطوا الأرض بتدعيوا ما في معهم أي ورقة وإحنا عنا بالشارع وفيه كان قانون من الزمن العثمانيين إنه الخلافة العثمانية ممنوع تبيع لا يهود وهذا موثّق هيدا هو واحد هي كسبتهم بالكسبة الثانية بسنة 2007 أجى وزير السياحة على شخصياً مع أشخاص تلفوا بالحارة وحطوا أوراق اسمهم مكتبهم رقم تلفونهم رقم البلو فلان تبعونهم وأي واحد بده يبيع بيته في عشرة مليون إحنا جاهزين من ناحية العروضات هذه العشرة مليون وبتدعيوا إنهم هم إصحاب الأرض هيكسب التانية العروض اللي عرضوا عليّ شخصياً كمان غير العشرة مليون نعرض علينا شخصياً نعرض عليّ أنا أنا ما بدي أخذ بيتك هاد الأرض إلي بدي أخذ أهدم بيتك أبني هون ناطحة سحاب وأعطيك ستين متر أنا طبعاً رفضت المرة اللي بعديها منعرض علينا شغلة تانية إنه يعطوني بيت بيت محل تاني برضو نفس الوقت أنا عرضت فهدي إجمالياً منشوف قديش هم كذبين قديش هم ما عندهم أوراق كما إدعاءهم وهادي كل التزاوير ويساووها اتبينت يعني حالياً إحنا حالياً إحنا عرضوا علينا هلأ المحكم العليا لأربع بيوت في الحي إنه إحنا نكون إنه إحنا بس مجرد نعترف إنها الأرض اللي هم فنكون محميين وهذا عرض علينا سابقاً فإحنا رفضناه لأنه إذا إحنا عطرفنا مجرد إحنا عطرفنا للسارخ إنه هو صاحب الأرض فإحنا كل مجهودنا وكل عقدتنا اللي إحنا منعرف إنه هاده عقيدة مستمرة من جي لجي راحة هلأ معروضة علينا بطلوها عرضين علينا على بس قلمة إنه محميين إنه ثلاث أجيال محميين الأب والإبن وإبن الإبن والحفيد ولكن إحنا حالياً قدمنا الأوراق أربع بيئة العائلة تقدم أوراقهم وفي محكمة جديدة نستنى فيها ولكن شخصياً أنا أنا لا أعترف المحاكم الإسرائيلية ما في خير منهم إحنا مرابطين صامدين وإن شاء الله مستمر زي ما حكيتها بنبيح بالمظاهرة حتى التحرير والحمد لله استطعنا بكل الأشكال إنه إحنا من هدول الناس الأغبياء نرفع أسمنا وإسمي حي الشجراح للعالم كله فمنلاحظ شغلة بسيطة جداً لما يجي إبن كبير عضو الكنيسة يفتح هوني مكتب إلو برمضان وتم الاعتداء علينا بكلمة الله أكبر وقت رمضان بالظبط تم الاعتداء علينا هوني بهادي الساحة ومن هوني من غباءهم الحمد لله المكانش يعرف على قصة الشجراح كل العالم اشتهرت على حي الشجراح وإن شاء الله نحن صامدون وبوعدكم إن شاء الله سوف أبقى على العهد لن نرحل وسوف نبقى إلى تحرير فلسطين بإذن الله تعالى موسيقى 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 موسيقى